أنا أفتكر أنك أنت الآن لامست جوهر المسألة باعتبار أنه أولا أنا لا أتفق ربما مكين مما ذهبها إليه هؤلاء الباحثين والأساتذة اللسان العربي لم يكن طارئا على الإطلاق في الجغرافيا التي تسمى السودان هذه واحدة الأمر الثاني شاع لقرون يا أستاذ مشاري أن اللغة العربية شاعت بعد دخول الإسلام وأنت تعرف أنه في منفزين لدخول الإسلام والمسلمين في السودان اليوم هذه الجغرافيا اللي عن طريق البعر الأعمر وعن طريق مصر ولاحقا عدد من المؤرخين وأولهم المقريزي المصري المعروف هذا هو زعمهم يعني أنه الشاهد أنه عدد من الباحثين ومن فترة مبكرة جدا أثبتوا بدليل مادي قاطع أن اللغة العربية كانت شائعة قبل دخول الإسلام في متوسط 300 إلى 400 سنة قبل الإسلام وظلت هذا التواصل فيما بين اللغة العربية أو العراب من من انتقله وهذه معروفة على فكرة تحديدا جهينة وربيعة هذه معروفة لمعظمهم وأولهم ابن خلدون يعني اللغة العربية شاعت في بداياتها كانت خليط من اللهجات واللغات المحلية وهذه كلها لغات أفريقية يعني أنت ممكن تقول عليها بيورلي لغات أفريقية بكل سماتها الدلالية والصوتية والتركيبية إلى آخره استمر هذا الأمر إلى أن دخل الإسلام وخلاص يعني شاعت سردية هذا الدين عرفت وتوغل وهذا كان عامل تاريخي في أن اللغة العربية تتوغل أكثر عرفت وتصير اللسان وتعلم ما قاله ابن خلدون معروف في المقدمة يعني أنه غلبة اللغة بغلبة أهلها وشاع هذا اللسان ولكن ظلت علامات عديدة موجودة يعني الآن مآلات هذا التواصل فيما بين الناطقين باللغة العربية واللغات الأفريقية وبالتأكيد المتحدثين بها هم من الزنج هم من يعني الأفارقة الذين لم يختلطوا بأي دماء عربية مطلقا وظلت هذه المسألة لفترة طويلة جدا لفترة طويلة لفترة طويلة لفترة طويلة لفترة طويلة